الولي مادر على المقاطعة طبعا هل حضرت الولايات على غيران باقي الولايات أسواق للرحمة أو نقاط بيع كي يكون فيها توازل أسواقنا أو أيضا لبعض المواد الواسعة للإستهلاك نعم في إطار مخطط وطني وليت أبو مردس ستدعم بأسواق جوارية على مختلف على مستوى مختلف البلديات يكون تكون بها عروض لسيلة وواسعة للإستهلاك من المنتج إلى المستهلك بأسعار يعني معقولة وهذا العملية هذه سوف أولا تسمح بضمان وفرة هذه المواد وثانيا المساهمة في ضبط السوق بالنسبة للوفرة وللثمن كذلك هناك نقاط توزيع بعض المواد كالبقول الجافة والحليب التي سوف تتعزز بها منظومة التوزيع على مستوى الولايات بالتعاون مع المؤسسات العمومية المتخصصة كأغروديف وديوان ومؤسسة إنتاج الحليب لبودواو هذا كله كما قلت سوف يساهم في ضمان وفرة هذه المواد وضبط أسعارها في السوق طيب سيد الولي كلمة لساكنة وليد بو مردس بحصوص الشهر الفضيل كل عامة بخير أعود وأقول وأيضا لتجار الولايات أولا أوجه كلمة إلى كل سكان وليد بو مردس متمنيا لهم دوام الصحة والعافية وشهر رمضان مبارك بحول الله مفعم بالخير والبركات والعبادة ورسالة أخرى كذلك لفائد التجار الولايات لدعوتهم إلى طبعا التصرف برحمة ينسحر تعبير خلال هذا الشهر والتفكير في المواطن البسيط وفي الأسرة البسيطة حتى لا تتأثر بفعل زيادة الأسعار خاصة في هذا الشهر لأنه شهر الرحمة وشهر المغفرة وبتالي نأمل أنه أن يساهم التجار بصفة عامة في تخفيف وطأة وثقل وأعباء هذا الشهر على العائلة البو مردسية شكرا سيد الولي إذن مشاهدين الكرام كلام معنا والي وليد بو مردس سيد يحيى أحيات حيث أشار إلى وضع أو تواجد عديد نقاط البيع أيضا في مختلف مواد لواسعة الاستهلاك وكانت أيضا له كلمة لتوعية التجار أو ندأه للتجار أيضا كي يتضامنوا مع المواطن وأيضا يتضامنوا فيما بينهم